الأسرى في سجون الاحتلال تصدر هذه المرة مؤتمر خبراء القانون الدولي في مقر الأمم المتحدة بجينيف إداريون ومعذبون ومرضى ومضربون عن الطعام وأسرى أطفال شكلوا جميعا مادة غزيرة على طاولة المناقشات التي امتدت على يومين المؤتمر هو الأول من نوعه من ناحية طبيعة حضوره فمجمل المشاركين خبراء قانون دولي وقضاة سابقون في المحاكم الدولية بحثوا المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين في ظل القانون الدولي وناقشوا مكانة فلسطين الدولية بعد أن أصبحت تحت ولاية القانون الدولي الإنساني وهو ما يرتب على المجتمع الدولي التزامات كالعمل على إنهاء انتهاكات الاحتلال للاتفاقية التي انضمت وستنضم إليها فلسطين وإيقاف الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين من خلال اللجوء إلى أليات العدالة الجنائية وإلى المحاكم الدولية وهي دعوات على أهميتها تبقى رهينة التطبيق على أرض الواقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر